وواحدة من العجائب والطنائف السريعة كده برضو ما هو حادث الان في قصة اللاعب موبينزا اللي هو المفروض مش عارف اقول نادي الزمالك تعاقد معاه ولا ما تعاقدش ومش عارف اقول بقى على دين ما تنادي الزمالك ولا لا يعني في حاجات كده انت خانت مش قادر تقول يعني مش قادر اقول لك وجملة عشان ما تتمسكش عليها لانه الحقيقة معرفش انا عمري ما شفت في حياتي عمري ما شفت في حياتي اول مرة ان البطاقة الدولية تيجي واللعب لسه مجاش جديدة لانج جديدة لانج بقول لكم اهلا بكم في افريقيا يعني طول عمري اعرف ان اللاعب بيجي وبيخطع للكشف الطبي وبيتقال تمام وبيتعاقد معاه نادي الاهلي او الزمالك او اي حد وبعدين بنرسل البطاقة الدولية التيجي بعد يومين ثلاثة اربعة وفيش مشكلة اما ان البطاقة الدولية تيجي واللعب هو اللي لسه مجاش وما خضعش الكشف طبي وما وضعش عقود هدي لغريبة او 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 يا كمال ثم يقال ان اللاعب خلاص كان في المطار وجاي ام ايه ام حد بعت له ملف في المشاكل المالية بتاعت نادي الزمالك وبعت له صور من العقود والمستحقات المتأخرة بتاعت اللاعبة ووقف القيد اللي كان في نادي الزمالك ومش عارف كده فبعتوا المبنزة فمبنزة شافوا فقلق فمجاش ايه ده ايه ده الحقيقة اللي عمل كده يعني ربنا يسمحوا انتوا عارفين الرغم ان انا اهلاوي بس في النهاية لا يصح الا الصحيح ما هو سمعة نادي الزمالك من سمعة مصر وسمعة نادي الزمالك من سمعة كرة القدم المصرية والوضع في مصر فحتى لاي سبب الاسباب انت عايز تعمل كده المهمين ينافس الاهلي على البطولات المحلية بقوة وكمان يرفع رأسنا في افريقيا بقوة لكن فكرة ان انا قسر وشوه وعليه وعلى اعدائي فكرة الحقيقة مش لائقة وما ناش علاقة بشرف المنافسة الرياضية ولا بالاخلاق بتاعة الروح الرياضية اهلا بكم في دنيا عجائب كرة القدم الافريقية هتقولولي هي اسمها دنيا كرة القدم الافريقية ولكوا طبعا لان دنيا كرة القدم في افريقيا دنيا وكرة القدم في العالم كله دنيا تانية دنيا تانية تحس تحس ان العالم كله بيلعب لعبة واحنا في افريقيا بنلعب حاجة تانية نسميها بقى حجلة نسميها حكشة نسميها نسموها اللي تسموها تعالوا اخترار حمد بالجنزمين اللي انتو عاوزين لكن ملاش علاقة بكرة القدم وكواعد كرة القدم ونظام كرة القدم وسلاسة كرة القدم كل حاجة اللي حصلة برة ونتفرج عليها وبنمبهر نيجي هنا ونكتشف ان السهل برة صعب اوعدنا